دلوقتي لو سألتك ما هي رادي؟ عاصمة تركيا إستنبول أنا أفكر إذاً أنا موجود مين اللي قالها؟ أنا أفكر إذاً أنا موجود باس ديكارت إمتى انتهت الحرب العالمية التانية؟ 1945 45 أيها السيد جيد حيث الحرب العالمية تانية بكاة؟ انتهت في الحياة؟ مين الحيوان الأبكم الَّذي ليس له صوت؟ مين مي إيه؟ الزرافة مبتعملش صوت شو طيب لو قلت لك دلوقتي اسقر لي أربع أفلام لا تامر حسني باس باس اوكي مش بعملكش في الأفلام المصري الموجودة دلوقتي لا ما قالي كتير طب عمر الشريف برضو لا طيب اوكي ثانية واحدة هقول لك اخوة تاني اكتر دولة بتنتج عربيات اكتر دولة بتنتج عربيات الصينة الصين يابان اليابان هنا ثانية واحدة ثانية واحدة مين الشخص اللي بتاعتبره توقم روحك اوه توقم روحك بحسة انا تامر قريبين جدا لبعض تامر رجلس قريبين جدا قريبين في الشخصية جدا لبعض عايز اقول هما يجننوا هما صحابي من زمان جدا وبجد مين يجننوا ولدين مش هايز عوداش كل بس مش هنقول يعني تامر خلاص نسيبك طيب ايه اكتر حاجة بترديك النهاردة ان اشوف ولادي ومراتي مبسوطين بتدلعك هي بتقولك ايه مراتك اسمك ادلع عند زوجتك نسري بيبي هي اكتر حاجة بتبقى بيبي بس هي بجد لما شوفهم هما مبسوطين بابا مبسوط لما شوفهم هي او هما زعلنين انا ببقى متضايق اتغيرت بعد اما بقيت قبل اتغيرت بعد اما بقيت قبل جدا 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 اصلا اللي شوفني اصلا سامي عنده تسع سنين ووكيان اربع سنين بس اللي عرفني قبل الولاد انا ما كنتش بحب الولاد بس لما ابني جاء يعني غيرني ان انا انا بكره الولاد لما الولد ده اتولد اتحولت لحاجة تانية خالص بقيت اروح العب مع الولاد بقيت صبور اكتر مع الولاد انا مش انسان صبور فاتغيرت اتغيرت وحاجة بطريقة كويسة يعني هل شعرت يوما بالخيانة؟ طبعا حصل لك؟ طبعا من صحابك؟ من صحابي حبايبي وده غاية يعني في خيانة حصلت في حياتي غيرت زي ما يوسف اتغير بحس عشان كده بتحصل دي بجد بتأثر ان انت لما بتتخاني من الناس القريبة ليك بتبتدي تشكي في خيالك فدي بتغير الانسان اكبر خيالاتك ايه؟ خيال من ناحية ايه؟ فانتسي يعني مش فانتسي لا يعني خيالك يعني اروح اعمل حاجة في هاليوود بجد ان انا يعني عندي عندك اللغة اللغة وبحس ان هو بمثل قرية دي ايه فاللي هو ليه لا ليه لا حاولت تعمل ابروتش تبعت ايميل؟ عندي ايجنت بس يعني اللي جابت هالي الحد دلوقتي مجانش فيها نصيب فربنا بقى يعلم إيه اللي حيحصل في المساعدة إيه أول حاجة بتعجبك في أي بنت؟ أنا شعر يعني بحب البنت البتيت اللي بتخلي بالها على نفسها فدي أول حاجة عينك هي أول حاجة بتشوف مش ودانك مش أي حاجة إن حد يكون بيعرف يهتم بنفسه يخلي باله على نفسه دي بقى حاجة مهمة جداً دي أكتر حاجة بتلفت نظرك في البنت؟ أول حاجة بتلفت نظرك أنها تكون مخليها بالها على نفسه بعدين أنا بحب البنت اللي بتحذر بتضحك تقدر تقدر تروح على الـ Red Carpet بس تقدر تروح تعمل كامبينج وتوسخ إديها وتتبهدل بتبقى دي أحلى حاجة أكتر حاجة بتخاف منها أو أسوأ خوف عندك النهاردة إن أأمن مستقبل كويس لولادي دي يعني دي أهم حاجة نشايل همها بتخاف من إيه النهاردة؟ إن الحياة ما بقيتش سهلة زي زمان فلو أنا زي ما انت شايف طيب أنا في التمثيل ولا في التقديم ولا في الـ Business فاللي هو طيب يلا إحنا نكون صريح أنا مش صغير فاللي هو الواحد يكون لازم يأمن مستقبل عشان ولاده أنا عايزة نفسي أقدر أدي نفس الفرص اللي أهلي إدهولي أنا أديها لولادي فإن أنا أهلي الحمد لله أمنولي دراسة كويسة تربية كويسة كنت في لندن فعمري محتاجت لأي حاجة وكل حاجة أنا كنت عايزها أهلي قدروا يقدروا يدهالي فأنا مش عايز في يوم إن ابني يكون نفسه في حاجة أو نفسه يروح مدرسة أو جامعة معينة وأنا ما كنش قادر أعملها بتحب السيف ولا الشيطة أكتر؟ السيف اتولدت في السيف ولا في الشيطة؟ السيف بجد؟ أوكي ده بدأنت حظك حلوة بتحب السيف وتولدت في السيف مش كلا أنا عايشت فترة طويلة في إنجلترا فزهقت من برد زهقت آه طبعا وجو المغيم ده كنت كنت في مدارس داخلية كنا منصح الساعة السابعة الصبح نلبس شورت وجازمة من غير تي شيرت نجري ربع ساعة كده نرجع ناخد دوش سائع فخلاص لا أنا خدت يعني lifetime full of cold مش محتاج خلاص عندك community عندك خلاص I've had my fill آه 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 خلاص يعني فاكرة السيف ده أنا ما معرفش أنام بشرب وصلت المرحلة كنت أنام بشرب وبنطلونين ومش قادر لا خلاص زهيت من البرد آيا طيب هنا بقى آخر حاجة عشان ماجد يقولي خلاص ده أنا لازم أخلص إيه هو الدور إيه هو الدور السيرة الزاتية وده سؤال الحلقة اللي تحب تجسده على الشاشة سيرة الزاتية شخصية معروفة تاريخية آه ممثل عالم العيكورة أرح ما فكرتش في الموضوع ده قبل كده طبعا هو شوفت بقى خليك آه بحس يعني زي ما قال بيتشينو عمل سكارفيس آه بحس إن أنا قدر أعمل حاجة كده ونفسي أعمل حاجة بالستايل ده أو حاجة تاريخية بس شخصية معروفة إيه الشخصية المعروفة لحب ده ما ممكن لو كده بقى نروح ألكابون ألكابون أوكي أو هتلر لا هتلر لا هتلر هادي بزيادة آه ما عرفش بس حاجة هادي هتلر آه بس حاجة فيها نحن شرير أصليه نعمل نرجع للشرير بس ديفرنت شرير ديفرنت شرير شرير مختلف آه 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 أصلي الشرير ده يعني أنت عندك كان عندك ممثل عظيم اسمه عاد الأدهم كان بيعمل أدوار شريرة شريرة وما حصلتش وفي الحقيقة ما كانش كده وكان بينوع يعني بس أنا كمان عايز أجرب الرومانتك يعني أنا في لبنان عملت رومانتك كوميدي بس كان التجربة معيننا الدور البطولة بس عايز أجرب أكتر رومانتك كوميدي آه أو رومانتك أكشن نفسي أعمل أكشن كل الأدوار كان فيها ضربة ومشارب إيه بس مش أكشن يمكن عشان مساحة الدور عجبني أنه بيسأل وبيرد وبيقول وبيرد موزيح مع نفسه لا أنت بتكلم فأنا حابب الفكرة دي ليه حابب الفكرة دي عشان أوري أن أنا أقدر أعمل تقدر توري تعمل إيه أكتر من اللي أنت عملته لا ما هو الأكشن مع الكوميدي بقى لزيز هل أنت تقدر تعمل موضوع ده حد ديني الفرصة ومعرفتش عاملها الديني الفرصة إن شاء الله هنشوفك في العمل الجاني تجند هتبعد عن المشاهد المصري ولا هتفضل قريب من المشاهد المصري دي ترجع بقى للمنتجين والمخرجين أنا أهو أثبت نفسي إن شاء الله يعني موجود لا أنا عايز أبقى متواجد أنا عايز أدوار كويسة أنا مش راضي أن أنا أأخذ حاجات زي ما كنت بأيخذ عشان كده أنا بقولك أنا غيبت إن أنا مش قابل هتتعلم تقول لأ أنا كنت بقول لأ عشان كده أنا وقفت مثلا أنا هو أنا موجود أنا قادر بحرجة أقول إن أستاذ جمال والعدل جروب إدوني التولز إن أنا أقدر أثبت نفسي وبرجع أشكرهم للمرة المليون على الدعم والحب والفرصة اللي الدهالي إن أثبت نفسي أعرفت أثبت أهو أنا قادر أعمل كده دلوقتي بترجع برضو المنظومة اللي إحنا فيها الحمد لله إن في رد فعل مش بس من الناس بس من الناس مهمة إن قالولي إن شاء الله يعني رمضان الجاي هنشوفك بحاجات تانية بس إحنا كله كلام دعب الأفعال أقل من الكلام كتير بس إن شاء الله عاجبني إن النهار دا كنت صريح جدا على طبيعتك شوفنا جيلة بأخر طبع إحنا الصحاب بعيدا عن كل ده يعني خالص وكان عندنا فقط مش هينفعن مش هنلحق نعملها يعني ممكن على طول بسرعة 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 إنت إسمك أيمن قيسوني حرف الألف قيسوني حرف القاف أوكي تحب تختار الألف ولا القاف الألف الألف طيب أوكي أغنية بتحبها بحرف الألف أعرفش أحبوش أحبو بحرف الأي الأي أوكي 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 لأ عشان بسرعة عشان بسرعة تبقول لأ حرف الأي أنا كونتري ميزيك كونتري ميزيك أنا ما بسمعش عربي أنا بسمع كونتري ميزيك غريبة جدا ما عرفش اللي ما فيش حد أمريكاني في العيلة فأي دون نو بحرف الألف ما فيش طيب ممثلة اشتغلت معها بحرف بس في أغنية دلوقتي فتكتها بس مش مناسبة أنا أولا أنا بتدع A B C D وبعدين بتتكلام أوكي كلام تاني خالص أوكي A B C أوكي مش بتاعت الأطفال أوكي كبار ممثلة اشتغلت معها بحرف الألف مغنية أنغام أنغام الراجل اشتغلت معها بحرف الألف أحمد نادر جلال أوكي أكلة بتحبها بحرف الألف ألوت ألوت إيه بقى Like what What's your favorite رز عجاج الطبخة اللبنانية المفضلة عندي رز عجاج رز رز بفراخ رز اللحمة المفرومة ومعها فراخ ومعها جميل جدا بحبه جدا رز عجاج رز عجاج رز عجاج أنت عرفت تكلم لبناني؟ لا المصري لما بيكلم لبناني بيطلع سوري وبعدين أنا اللحجة بتاعتي المصرية ما جانيتش أحسن حاجة فقلت حاول أتكلم لبناني حبوز حتبوز الدنيا خليني بالمصر أوكي سفا فيك بحرف الألف آمين 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 بلد زورتها بحرف الألف وبتحبها آستيا حيوان بحرف الألف آمين آمين بيهزر كتير بيهزر كتير إحنا على الهواء يا آيمان آمين حيوان بحرف الألف آآ أرنب آآ أرنب آآ أرنب انت غشي یا ماجد على فكرة ماجد ومين والملوخية ما على الجنب آآ آآ جامد بحرف الألف آآ جامد آآ يعني حاجة آآ مشريل صالد آآ آآ ألم آآ آلم برافو تايب